أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به علاقات مملكة البحرين وجمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية من تنام مشهود وتنسيق المشترك على المستويات المختلفة ونوها سموه بما تسهم به البعثات الدبلوماسية في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الغضبية اليوم سعادة أدكتور إي ساجيو منديز سفير جمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة تعيينه سفيرا لدى المملكة حيث أشهد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية السرلنكية من تطور وتطلع مستمر نحو تعزيز أفق التعاون بينهما مؤكدا سموه أن علاقات الصداقة بين البحرين ودول جنوب أسيا تكتسب أهمية كبيرة في ضوء تنامي إمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي المتعددة والتي أضفت عليها الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بعدا آخر انعكس على شكل ومستوى هذه العلاقات تواصلا للعلاقات العريقة مع منطقة جنوب أسيا مرحبا سموه بسفير جمهورية سرلنك الديمقراطية الاشتراكية ومعربا عن تمنياته لسعادته بالتوفيق في مهام عمله الجديد دعما وتعزيزا للعلاقات بين البلدين الصديقين من جانبه عبر السفير سرلنكي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه خلال اللقاء من اهتمام بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر